اشتركوا في القناة ورسائل 14-15 برضو نفس الرقم هنستقبل شكاوي حضراتكو عن السلع عن الأسعار عن المعاملات داخل المجمعات الاستهلاكية مسؤولين طبعا هيكونوا متواصلين معانا احنا هدفنا الوحيد زي ما حضراتكو عارفين ان احنا نسمعكوه نوصل مشاكلكو واي بعقيب عند حضراتكو في اي ملفة او اي موضوع احنا بنوصل ده لحضراتكو ده نوع من أنواع التواصل المهم اللي احنا عارفين كويس قوي ان ده بيكون مناسب لجميع المواطنين معانا كمان النهار ده تقرير مهم جدا من بركة غليون هنشوف انتاج الاسماك المزارع ووصل لفين وهنسمع صوت الناس في بركة غليون الوضع هناك اخباره ايه الحياة لما عجلة التنمية بدأت تمشي في هذا المكان ايه الوضع قبل المشروع كان الوضع ماشي ازاي وبعد المشروع الوضع ماشي ازاي هنعرف تفاصيل اكتر ومتابعاتنا هتكون هناك ان شاء الله لكل التفاصيل الخاصة بمشروع بركة غليون قبل ما ابدأ مع حضرتكو اخبارنا النهار ده خلينا الاول اشوف معاكم فقرتنا اللي اتفقنا مع حضرتكو من الحلقة اللي فاتت كان زميلي الاعلامي احمد الشعر بدأ مع حضرتكو في هذه الفقرة وهذه الفقرة هتكون سابدة معانا في صوت الناس وهي فقرة الترند الفقرة اللي بنشوف فيها صوت الناس اونلاين صوت الناس على الانترنت الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى محركات البحث بتفكر ازاي بتفكر في ايه ايه اكتر الحاجات اللي شغلاهم بيفكروا فيها خلال الساعة طبعا اللي فاتت الناس بتدور على ايه اول حاجة لقناها في المحركات البحث او في الترند او في السورش على جوجل نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات والازهر الشريف طبعا بمناسبة الخبر ده النتيجة في وزارة تربية والتعليم الفني اعلنت يعني بشكل نهائي ان الفصل الدراسي التاني هيبدأ يوم 3 فبراير يعني بعد بكرة ومفيش اي نية لتأجيل الدراسة على الاطلاق تاني حاجة الناس كانت بتدور عليها في السورش على ترتيب هدافي الدوري الانجليزي وخلينا اقول لحضراتكم ان النجم المصري الموهوب اللعب محمد صلاح لعب لافربول اصبح رسميا رقم 2 في قيمة هدافي الدوري الانجليزي ده بفرق هدافين بس عن هداف لعب تاتنهام محمد صلاح طبعا اول لعب مصري يوصل للترتيب ده واشهر المجلات الرياضية العالمية وتحديدا في بريطانيا نشرت صورة محمد صلاح على الكافر او على الغلاف الخاص بها طيب بدي من اشهر الحاجات او اكتر الحاجات اللي كان عليها سورش من اشهر كمان الحاجات اللي الناس بتدور عليها محمود عبدالعزيز طبعا محمود عبدالعزيز ده احدث صفقة للزمالك المؤكد ان هو هيلعب مباراة الزمالك القادمة يمكن الموضوعات الكروية هي من ابرز ومن اكتر الموضوعات اللي الناس بتبحث عنها رقم 4 في الترند معانا النهاردة هو رامي صبري رامي صبري طبعا مش الفنان رامي صبري لعب نادي امبي الناس كلها بتدور على سبب فشل صفقة انتقاله للاهل ايه اسباب الفشل دي الناس بتدور عليها ولحد دروقتي احنا ما نعرفش الحقيقة تفاصيل هذه الصفقة لي ما اكتملتش طيب من كمان اشهر الكلمات البحث النهاردة معانا المسلسل التركي ارتغرل الجزء الرابع الحقيقة من اشهر المسلسلات مشاهدة على الانترنت رغم ان هو مسلسل تاريخي لكن انتاجه كان ضخم جدا جدا وهنا خلينا نتوقف عند النقطة دي ونقول ان قوة مصر النعمة زي المسلسلات ممكن بدورها تلعب دور مهم جدا في توضيح وتوفيق للتاريخ ودعم للدولة وان هي تشير او تجسد حقب تاريخية في ناس كتير ما كانوش معصرينها او ما كانوش حضرينها فيقدر الفن هنا يجسد ده مصر كانت من اهم اسباب قوتها في الستينات وفي السبعينات هي قوتها النعمة كان فيه ام كلثوم كان فيه عبدالحليم وعندنا افلام اللي بنطلق عليها افلام الزمن الجميل نتمنى ان الدراما المصرية ونتمنى ان السينما المصرية ترجع بنفس القوة دي تاني وترجع قوتنا النعمة توصل رسائل ممكن يعجز الكثير عن توصلها تقدر توصل رسائل عالمية ورسائل دولية من خلال الفن ولغة الفنون هي اقرب اللغات الى القلوب خليني اروح مع حضراتكو لفاصل دي كانت ابرز الحاجات اللي لقناها النهاردة في التريندات اللي موجودة النهاردة الناس بحثت عنها هنروح مع حضراتكو لفاصل وبعد الفاصل ارجع اتغاصل مع حضراتكو نكمل باقي اخبارنا النهاردة في صوت الناس اتفضل